اشتركوا في القناة اكثر من 20 ألف منزل بالقدس المحتلة بنيت دون ترخيص وعشرات ألاف المقدسيين مهددين بالإخلاء والتشريد منذ احتلالها لم تقم الدوائر الإسرائيلية بتنظيم الأراضي بالقدس الشرقية ما يجعل ترخيص البيوت صعبا إن لم يكن مستحيلة من 2005 بقدم بلدية الاحتلال في مشاريع تنظيمية بدون أي جدوى وقمنا في الفترة الأخيرة تقريبا مجزء بال2017 صوينا عند مشاريع بلاشنا نضم الأهالي طبعا دايما المشاريع بتفشل لأن بلدية الاحتلال تبدأ الملف بيقدمه المهندس بيحطه على الرف نقدمه الملفات لهم البلدية ما فيه النحل ثاني هم الحاكم منجلات في نفس الوقت في بلدة جبل المكبر وحدها ثمت 800 بيت صدرت ضدها أوامر هدم على قائمة سلطات الاحتلال 14 منزلا ستشهد هدما مماثلا بعد أن توعد وزير الأمن القومي بتعجيل تنفيذ أوامر الهدم في أعقاب العمليات التي شهدتها القدس الأسبوع الماضي بيت مش بس حجار ذكريات حياة استقرار أمان هو أصلا شو هو الوطن غير دور فهو وطن بك وحياة تشوف لما تشوفي دارك كدامك مردومة يعني أحلامك حياتك الله يهون في العام الماضي هدمت سلطات الاحتلال نحو عشر منشآت شهريا أما خلال الشهر الأول من العام الجاري فقد هدمت بالقدس 36 منشآت وفق معطيات المؤسسات الأممية يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أعلنت حربها على منازل المقدسيين حملات هدم لا تستهدف المنازل فقط بل تسعى لترويع وتخويف السكان عبر حضور قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترفض حتى إخراج الممتلكات من البيت قبل هدمه إيمان جبور قناة الغد القدس المحتلة